اهلا من جديد قال سافر روسيا لدى النظام أليكساندر راكيشناك ان موسكو تستخدم آليات مختلفة في تصدير الاسلحة الى النظام وان تزويد نظام الاسد بالاسلحة والمعدات العسكرية يتم بشكل مجاني او ضمن شروط مرنة حسب وصفه واكد السافر الروسي ان الدور السياسي والعسكري لبلاده في الملف السوري سيتحول في القريب العاجل الى مكاسب اقتصادية للشركات الروسية نتابع التفاصيل في الوقت الذي تتقدم فيه قوات النظام والميليشيات الشيعية المساندة لها على جابهات عدة في سوريا وتحديدا في حلب باسناد جوي روسي غير منقطع يخرج السافر الروسي لدى النظام ويقول ان موسكو تقوم بتزويد النظام بالاسلحة والمعدات العسكرية بشكل مجاني لكن هل يعقل ان روسيا التي تعاني من انهيار اقتصادي في مختلف القطاعات يمكن ان تقدم ذلك بشكل مجاني اذا فما المقابل يقول السفير الروسي اليكسندر كينشاك ان دور بلاده السياسي والعسكري في الملف السوري سيتحول قريبا الى مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الروسية في اشارة منه الى ان احدى كبرى الشركات الروسية لديها مجموعة من القرارات والمشاريع ستبدأ في تنفيذها بمجرد انتهاء ما وصفها بالحرب في سوريا هذا فضلا عن كشفه لحزمة مشاريع وامتيازات منحها النظام للروس ابرزها تخصيص اراض في اللاذقية لرجال اعمال روس فما هو الشكل المجاني بعد كل ذلك يتساؤل مراقبون تصريحات كينشاك تعيد للاذهان الوثائق التي سربتها موسكو قبل اقل من شهر حول تنازلات بالجملة من النظام لروسيا اهمها ان بقاء الروس في سوريا سيكون مفتوحا وغير مشروط بفترة زمنية محددة وانها ستتولى شؤونها داخل الاراضي السورية دون تدخل النظام في سياق المصالح الممتدة بين الطرفين يخرج وزير الخارجية الروسي سرقالا فروف بمقترح لحل الازمة السورية قدمه للولايات المتحدة لا يتضمن رحل الاسد وجاء في مقابلة صحفية له مع احدى الصحف الروسية قوله ان واشنطن تدرس المقترح الذي رفض الكشف عن تفاصيله لكن يجمع محللون على ان اي خطة تقدمها روسيا اليوم تأخذ بالحسبان وجودها الروسي بشكله الحالي والمتوسع داخل سوريا وكذلك مصالحها التي تؤسس لها في حال سقوط النظام او بمعنى اخر ان اي حل قد يصنع في سوريا لن يهدم ما بنته روسيا وتبنيه من خطط اقتصادية هناك قراءة في هذا الموضوع مع مصطفى البازركان خبير اقتصادي انضم الينا مباشرة من لندن ونرحب بك سيد بازركان وارحب من جديد ايضا برائد جبر الكاتب والمحلل السياسي من موسكو ابدأ معك سيد البازركان طبعا بعد العدوان الروسية بعد القصف بعد المجازر بحق السوريين السفير الروسي يقول ان الدور السياسي والعسكري في بلاده لبلاده بالنسبة للملف السوري سيتحول الى مكاسب اقتصادية للشركات الروسية كيف تفسر لنا هذا عن اية مكاسب اقتصادية تتحدث موسكو الآن دعيني استخدم تعبير عامي وهو انه ليس على الكلام ضريبة هذه التصريحات لا تخرج عن نطاق هناك الاستهلاك المحلي في داخل روسيا دعيني يوضح السؤال المهم ماذا يدفع روسيا الى سوريا هناك مشكلات تواجه الاقتصاد الروسي هناك مشكلات سياسية تواجه روسيا تم فشل الرئيس بوتين في حملته ضد اوكرانيا فقد اوكرانيا يطلق عليها الحديقة الامامية لروسيا فقدت لصالح اوروبا هناك حصار سياسي واقتصادي وعسكري على روسيا في شرق وشمال اوروبا اليوم قرر وزراء الناتو تقوية ما يطلق عليه القوة الشرقية للناتو وزير الدفاع البريطاني اعلن اليوم مضاعفة القوات البريطانية في بحر البلطيق لمواجهة روسيا لم يخفي هدفها قال لمواجهة روسيا ولمواجهة اي تسلل روسي في المنطقة روسيا فقدت شرق اوروبا بولندا وبولغاريا ولا ننسى لابد انه نذكر روسيا فقدت ما يطلق عليه بالتعبير العسكري رؤوس جسور في العراق في ليبيا وفي اليمن هذه كانت جيوش لديها عقيدة عسكرية ليس هي الاسلحة فقط وانما العتاد وانما الاجهزة العسكرية وحتى المدربين هذه اسواق فقدتها روسيا تحاول جاهدة اعطاء الداخل الروسي وهناك ضغط عسكري وشعبي على الرئيس بوتين من اجل تحقيق مكاسب لا ننسى انه قبل اكثر من اربع خمس سابع كانت هناك المواجهة الروسية التركية بسبب سقاط الطائرة الروسية قام الرئيس بوتين بالتهديد ولكن لم يفعل شيء لماذا لانه هناك ضغوط على الرئيس بوتين اما نعود الى التصريحات التي ذكرتمها في تقريركم انا استغرب يعني ما هي هذه التصريحات لماذا ما هي الا الا الاستهلاك الداخل الروسي هناك نقطة لا بد من ذكرها روسيا كان هناك تعول وتعتمد على فتح السوق الايرانية لماذا لانه روسيا وقفت مع ايران من اجل رفع العقوبات رفعت العقوبات ولكن الكعكة ذهبت الى الاشواق الى الشركات الغربية الامريكية الاوروبية ولم تحصل روسيا على ما وعدت به ولذلك نعتقد هذه الوعود لا تخرج من اطار هي حملة اعلامية لتهديئة الداخل الروسي وليس لا تستند على حقيقة على الارض السورية رائد جبر هل هذه التصريحات كما قال الاستاذ بازركان هي حملة اعلانية هي لتحقيق مكاسب ولكن عن اي مكاسب وعن اي ربح تتحدث موسكو الآن والجميع يعلم بان موسكو تخسر في سوريا لا تربح نعم دعيني نفصل الموضوع الى مسارين المسار الاول هو المسار الاستراتيجي بحسب ما يرى بعض الخبراء الروس انه الانتصار في سوريا بين قوسين يعني عموما فكرة الانتصار الوصول الى تسوية ما مرضية على هوا موسكو بشكل او باخر او تثبيت امر واقع ما يرضي موسكو سوف يمنح فرصة كبيرة لروسيا من اجل المشاركة باعادة رسم ملامح الشرق الاوسط الجديد وحتى الدخول في اعادة رسم ملامح نظام الدولي الجديد هذا امر لا يخفيه الخبراء الروس لا يخفيه المسؤولون الروس يعتبرون ان معركتهم في سوريا هي معركة استراتيجية ومهمة بالنسبة الى موسكو من اجل استعادة كل هذا السقام هذا يعني انه الانتصار بشكل او باخر اعود واقرر بين قوسين سوف يمنح موسكو القدرة على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وربما فتح مجالات اقتصادية مهمة جدا بالنسبة الى روسيا في المستقبل هذا المسار الاول المسار الثاني ليس سرا ان الشركات الروسية منذ اكثر من عامين بالمناسبة تتحدث بشكل واضح عن انه بمجرد ان تضع التسوية اوزارها في سوريا سوف تنفتح امامها اسواق يعني واعدة وكبيرة جدا الحديث يدور عن عمليات اعادة الاعمار الحديث يدور عن استثمارات كبرى عن مناطق صناعية نهيكة عن الملف العسكري يعني والقواعد العسكرية وما الى ذلك هذا موضوع منفصل انما الحديث يدور عن كل ذلك وهناك اشارات كثيرة وبالمناسبة بعضها جزء منها ورد في الاتفاق المهين العسكري الذي اشرتم اليه قبل قليل في تقريركم انه النظام السوري منح اراضي منح ممتلكات منح كثير من الامور لروسيا على امل يعني بشكل مجاني تقريبا يعني عمليا من اجل ضمان حمايته يعني هو منح لنكمل هذه النقطة رائد جبر هو منح هذه الاراضي في ريف الاذيقية لرجال اعمال روس حتى لو استبدل النظام هي منحة لرجال اعمال روس لا هو منح حتى الان للحكومة الروسية لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الروسية لديها ايضا استثمارات بالمناسبة انا اقصد ان هذا الموضوع سيكون تركة ثقيلة هذه اتفاقات موقع هذه ستكون تركة ثقيلة حتى لو استبدل النظام ستكون تركة ثقيلة لأي نظام مقبل يعني هناك مجموعة هناك اطماع حقيقية بانه هذا سوق واعد وما خسرناه في العراق يعني لم تتمكن بالفعل كما قال ديفك الكريم لم تتمكن روسيا في العراق من نيل في ايران وقبل ذلك في العراق بالمناسبة من نيل حصة الاسد بعد رفع العقوبات عن هذين البلدين الآن روسيا تريد تعويض هذا الأمر في سوريا من خلال الاستراتيجية الشاملة التي تقوم عليها سياسة حالية سيد بازر كان طبعا نركز على هذه النقطة رجال أعمال روس ومنحهم النظام أراضي في ريف اللاتيقية يعني نفهم القوات الروسية الموجودة في سوريا من أجل العدوان هذا نفهم ولكن رجال أعمال روس ماذا يفعلون في سوريا هل هناك خطط مستقبلية إلى ماذا يخططون طبعا لا بد من تأكيد أن رجال أعمال روس لديهم علاقات واضحة جدا أن لم يكونوا مدفوعين من جانب الحكومة الروسية وهذا شيء واضح هذه نقطة النقطة الثانية صحيح قد يمنحون أراضي قد يمنحون موطئ قدم ولكن دعيني أوضح نقطة وبالنتيجة الشعب السوري حينما يحكم نفسه بنفسه لن يختار الشركات الروسية لماذا؟ لأنه معروف وهذا واضح حتى إيران الآن الشريك المقرب إلى النظام السوري اختاروا الشركات الغربية الشركات الأوروبية ونحن نعرف في الشرق الأوسط أنه الصناعات الروسية حتى الصناعات العسكرية هي ليست بالمستوى المطلوبة لذلك هناك منافسين ما يعطي النظام الآن إلى الشركات الروسية ممكن حينما يحكم الشعب السوري نفسه سيتخلى عن هذه العقود وهذه العقود موقعة مع نظام إن سقط أو لم يحصل على شرعية حقيقية هذه العقود لا تكون هي مشروعة ولذلك أنا أعتقد أن هذه لا تخرج من حرب إعلامية أيضا ولا ننسى أنه عملية القصف الروسي إلى المدينين الروسي هي عملية التخلص من أسلحة يعني يخصفون بقنابل هذه صناعة روسية وبالتالي عملية تحريك الاقتصاد الروسي الذي يعاني من أزمات ويعاني من انكماش في هذا وأيضا روسيا تعاني من تراجع أسعار النفط رغم أنه رفعت الإنتاج يعني سيد بازركان هي تعاني اقتصاديا تعاني من تراجع النفط تعاني من خسرتها في أي حرب أو صدام دخلت فيه ولكنها الآن في سوريا كأنها تشتري سمك في البحر كما يقال هل هي تعول فعلا على أنها ستنجح هي والنظام فيما يحصل في سوريا تحاول تهديئة الشارع الروسي تحاول تهديئة الشركات الروسية هناك أيضا لا ننسى قبل العام 2011 كانت هناك مشروعات غاز في سوريا توقفت الآن هناك مشروع للصلب هناك استثمارات كانت بحدود العشرين مليار دولار روسية الآن توقفت كان هناك أكثر من مئة ألف شخص روسي في سوريا في العام 2011 الآن روسيا والرئيس بوتين يحاول جاهدة أن يعطاء الوعود للشعب الروسي في الداخل يعطاء مؤشرات لتحريك عجلة الاقتصاد الروسي ولكن أنا أعتقد وبالنتيجة وحتى لو افترضنا جدلا أنه حتى لو تدخل عقود النفط والغاز في المصالح الروسية الآن النفط في أسعار متدنية ليس هناك مجال الاستثمارات حتى ليس هناك مجال لدخول روسيا على الخط من أجل إقامة مشروع غاز إلى البحر المتوسط هناك قراءة أخرى رائد جبر ربما تكون هذه رسائل للغرب توجهها روسيا يعني وكأنها تقول ضعوف في الحسبان في أي تسوية ما ستقام بالنسبة لسوريا ضعوف الحسبان المصالح التي تخطط لها روسيا من الآن وتبني لها في سوريا تماما تماما هو الحديث يدور عن هذه النقطة بالتحديد يعني عندما نتحدث عن فكرة أن روسيا تراهن أو لا تراهن إذا خسرت روسيا المعركة في سوريا فهي ستخسر كثيرا ستخسر كل هذه الأحلام والطموحات وما إلى ذلك نحن نتحدث عن الرأي الروسي القائل بأنه لابد من الانتصار في سوريا الانتصار في سوريا سوف يعني بشكل أو بآخر يعني مهما كان شكل هذا الانتصار بقاء النظام عدم بقاءه تمديد نظام بديل مش شبيه له أو غير ذلك سوف يعني حصول روسيا على ضمانات مقننة لدى قرارات دولية أولا بالبقاء العسكري ثانيا بمجموعة من الضمانات الأخرى بما في ذلك ضمانات اقتصادية مشاريع إعادة الإعمار وما إلى ذلك يعني روسيا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة إنما يعني أن نتحدث أن هل هي ستخسر المعركة إذا خسرت المعركة لا حديث عن الموضوع أصلا إذا ربحت بشكل أو بآخر أو تمكنت من فرد تسوية ترضيها بشكل أو بآخر فهي تريد المحافظة الحفاظ كما قال السفير الروسي لدى دمشق بالفعل تريد الحفاظ على جزء كبير من هذه المصالح وأريد أن أعود إلى عبارتك إلى سؤالك قبل قليل لأنه مهم موضوع أنه هل هم رجال أعمال روس أم الحكومة الروسية يا سيدتي الموضوع ليس هناك خلاف كبير حول هذا الموضوع هنا لأن كبار كبريات الشركات الروسية الأساسية كبريات كبار رجال الأعمال الروس هم قريبين أصلا من مراكز صنع القرار هم هذه احتكارات حكومية كبرى يعني عندما تحدث عن غاز بروم عن لوكويل عن مجموعة من الشركات الكبرى الروسية التي تطمح بالدخول إلى أسواق الروسية والسورية والسيطرة عليها شركات الإنشاءات العقارية شركات سكاك الحديد كلها شركات قريبة من مطبخ صنع القرار وهي قريبة أصلا من المجموعة التي تدير شؤون روسيا حاليا لذلك لا فرق كبير في الواقع أن نتحدث عن رجال الأعمال أو عن الحكومة نعم أشكرك رائد جبر كاتب ومحلل سياسي كنت معي مباشرة من موسكو وشكرا لمصطفى البازر كان خبير اقتصادي كنت معي مباشرة من لندن ختم هذه الحلقة مشاهدين من تفاصيل تحيات فريق الأعداد محمد زغيم ساري عبد الحق وأحمد قلعجي دمتم في أمانيلا اشتركوا في القناة